ريال مدريد ما بين الدوري الإسباني ودوري الأبطال بعد ما حقق ريال مدريد الدوري الإسباني لهاي السنة وللمرة 36 وبفرق 9 ألقاب عن برشلونة وهو حاليا في نصف النهائي وبعد انتهاء مباراة الذهاب مع باير ميونيخ بالتعادل 2-2 وبعد أيام حتكون مباراة الإياب في السينتياغو برنابو رح نحكي عن موسم ريال مدريد هاي السنة وكيف هو كان موسم مميز علما أنه ببداية الموسم نحن انتقدنا كارلو أنشلوتي وانتقدنا التعاقدات اللي قام فيها الفريق وشلون قدر يوصل للي وصله حاليا بأنه حقق اللقب وعلى بعد مباراتين انصح التعبير من تحقيق لقب دوري الأبطال ريال مدريد هاي السنة اتعاقد مع بيلينجهام أردو جولير ورجع إبراهيم دياز وما قام بتعاقدات على المستوى الخط الدفاعي كما يجب اتعاقد مع فران غارسيا كظاهير شمال وجاب خوسيليو كمهاجم علما أنه كانت الجماهير تنتظر مهاجم من حجم مثلا هاركين أو من حجم هلند أو هاي النجوم اللي تكون فينيشر وتخلص على مستوى الهجوم غير هيك اتعرض لصدمة أو لضربة كبيرة أنه خسر تيبو كورتوا أفضل حارس بالعالم خلال السنتين الماضيات وكذلك خسر خط الدفاع بأنه تعرض عنده إدير ميلوتاو لإصابة بالرباط الصليبي وكذلك بعد مباريات قليلة خسر ألابة وغير هذا الشيء رغم كل الصعوبات اللي موجودة بريال مدريد الريال كان يتعرض لأهداف بالدقائق الأولى بأكثر من مباراة وأنا ذكرتها بفيديو سابق وخصوصا بعد ما خسروا مع أتلاتيكو مدريد ولما قاموا باستقدام حارس بديل عن كورتوا جابوا كيبا اللي هو كمان مانو بهالمستوى العالي جدا من بين حراس المرمى بالعالم وكذلك خسروا بعد مباريات لأنه تعرض لإصابة طيب مع كل هاي الصعوبات وكل هاي المشاكل اللي عبيعاني منها ريال مدريد النتيجة النهائية بعد ما وصلنا للي اليوم إش اللي حققوا الريال؟ الريال يا عزيزي بعد ما حصل على الدوري كان هو من أصل 34 مباراة انصح التعبير خرج بـ 18 كلين شيت يعني دفاعه من أقوى الدفاعات بالعالم تقريبا ما تعرض غير لهزيمة وحدة سجل أكثر من 72 هدف قدر أنه يتفوق على برشلونة ذهاب وإياب وكذلك خسر المنافس اللي كان يعتبره الجماهير هو الحصان الأسود جيرونة 7-0 بين مباراتي الذهاب والإياب يمكن هو مع أتلاتيكو مدريد أنه خسر بمباراة وتعادل بمباراة لكن عوض هذا الفرق بكأس السوبر أربعات وخمسات مع أتلاتيكو مدريد وبرشلونة أتلاتيكو اللي هو يعتبر أو كان يعتبر من أقوى المنظومات الدفاعية بخطة سيميوني هذا الشي كان السبب الرئيسي فيه أولا وأخيرا برأيي الشخصي هو كارلو أنشيلوتي هذا الزلمة بالرغم من كل الانتقادات اللي بيتعرض لها لكن هو يشتغل بهدوء وبرزانة أنا مرسا معان تصريح لكن ما أنا متأكد يعني إذا هو فعلا لأنشيلوتي أو أنه ينسب لأنشيلوتي أنه يقول لك اللي شاف فيلم العراب والدون كورليوني يقول لك لما بتشوفه أنت هادي هل هو دليل على ضعفه ولا لأنه هو مسيطر على الأمور وعلى الوضع وهو نابع عن قوة فأنشيلوتي فعلا هو الدون كورليوني حرفيا بحيث أنه مسيطر على غرفة الملابس مسيطر على اللاعبين بفترة من الفترات ريال مدريد كان لاعبينه بسبب الإصابات والغيابات ما حدا راضي عن الأداء اللي عبي قدمه بالملعب كما فينغا عم يلعب كباك شماله هو ما بده شاومينة عم يلعب قلب دفاع وكمان معاجبه رودريغو اللي هو من النجوم الفريق والمسجلين والمخلصين للمباريات عم يلعب كرقم تسعة أو مهاجم صريح ومو عاجبه ومع ذلك قدر يخرج نسخة مميزة جدا من بيلنغهام وكان عم ينهي مباريات ويسجل أهداف ويتصدر هدافين الدوري فينيسيوس من النصف الثاني من الموسم لاعب خارق بالمراوغات بالسرعة بتسجيل الأهداف مع أنه فينيسيوس خذ الأنشيلوت ببعض المباريات لكن يبقى من أهم اللاعبين هذا الموسم بالإنهاء المباريات وتسجيل أهداف حتى لو جينا وشفنا إبراهيم دياز اللي هو مانو أساسي لكن مع ذلك في بعض المباريات كان هو الحاسم وهو اللي أعطى التفوق لريال مدريد وأردى قولر اللي جابوه واللي هو يعتبر جوهرة تركية بالوقت الحالي ما أعطى الدقائق الكافية وقال بما معنى أنه أنا شغلتي أني أفوز بالمباريات وأحرز النقاط وليس دوري أن أعطي الدقائق للاعبين الشباب أو الصغار بالسن واردى قولر للأمانة هو مميز لكن محتاج وقته محتاج أنه يلعب دقائق أكثر إن كان بالريال أو بإعارة ومسألة الإعارة هي مانها مسألة سيئة صارت مع أكثر من اللاعب من ريال مدريد ولما رجع ظهرت نسخة من اللاعب مميزة جدا طبعا على مستوى دوري الأبطال ريال مدريد هاي السنة بلدوري الأبطال اللي هي البطولة المفضلة لمدريد مثل ما كل الناس تقول عنها واللي هي فعلا بعد الثلاثية مع زيدان ودوري الأبطال المميز فم حاجة بالألفين واثنين وعشرين السنة للأمانة ريال مدريد قدر أنه يعني يتغلب على كل الصعوبات وأكبر صعوبة كانت هي مباراة مانشستر سيتي لأنه أنت متلقي منهم هزيمة السنة الماضية بأربعة صفر على ملعبهم يعني مع الشفقة والرحمة أربعة صفر يعني كارثية كانت على كل المدريدية السنة تقدر أنه أنت تلعب معهم والظل الدافع 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 وتوصل معهم لركلات الترجيح وبعدها تتفوق وتتقدم وإن كان لا يزال برأيي هاي الصعوبة ليست الوحيدة لسه في عندهم صعوبة أكبر وهي مباراتهم مع بايرم يونيخ السبب لأنه توخل هو اللي عبيقود بايرم يونيخ طيب شو يعني توخل؟ توخل اللي هذا واجه ريال مدريد لما كان مع باريس سنجرمان اتعادل معاه في مباراة وهزمه في مباراة ولما كان مع تشيلسي بمباراة خرجه ووصل لنهائي وأخذ اللقب ومباراة أخرى مع تشيلسي كسبنا ثلاثة واحد بالذهاب رجع يخرب بيت سنته وخسرنا ثلاثة اثنين يعني والله سترنا مدرب مجنون مدرب للأمانة من أصعب المدربين بالعالم هو توخل توخل يمكن مشاكله هي مشاكل مع اللاعبين مشاكل بعدم السيطرة يمكن على انفعالاته على غضبه وهذا حاليا جيل من اللاعبين مختلف عن الجيل اللي كان يحب مورينو ويحب المدربين الإيطاليين الصعبين واللي دائما منفعلين وأكبر دليل قاتوسو اللي ما عم يقدر للآن يجد نفسه كمدرب حقيقي اللاعبين حاليا ما بيحبوا هاي النوعية من المدربين لكن توخل يبقى مدرب من أفضل المدربين بالعالم وهو يعني مخيف حاليا أمام ريال مدريد مواجهة صعبة بالإياب نتيجة اثنين اثنين يعني هي نتيجة تعادل الريال معناها بده يفوز أي تعادل ما يفيده أي خسارة كمان ما يفيده خاصة بعد إلغاء أفضلية الأهداف بأرض الخصم اللي هيصير أعتقد أعتقد أنه الريال هيتجاوز البايرن لكن مو بالسهولة اللي أغلب الناس متوقعتها أو بعض الناس متوقعتها هذا الموسم يستحق فيه أنشلوتي أنه يحقق دوري الأبطال مثل ما حققت دوري هذا الموسم يستحق فيه مودريج أنه يحصل على عقد سنة إضافية لأنه لا يزال لاعب مؤثر بالملعب وعب يصنع الفارق مع أنه هو بيشارك كبديل أكثر من أنه أساسي وبالمباريات اللي شارك فيها كأساسي بيعطي مستوى رائع جدا ولا كأنه بهذا العمر المتقدم هذا الموسم يستحق فيه توني كروس التكريم أيضا لازم بيلينغهام وفينيسيوس ورودوريغو هذول الثلاثي يحققوا دوري الأبطال طبعا ونضيف لهم براهيم دياز أكيد هذا الموسم اللي كرفخال رجع فيه لمستوى جدا رائع ألما أنه كان فيه انحدار بمستوى بالسنة الماضية وكان متوقع أنه هم ممكن يطلع أو هم بحاجة لبديل طبعا أنا مع أنه ريال مدريد بحاجة لباك يمين بديل لكرفخال أو أساسي على كرفخال هذا الموسم للأمانة روديغر قدم دفاع مميز جدا وخصوصا بالمان تومان هذا الموسم اللي لونين برز فيه كحارس من أفضل الحراس بالعالم هذا الموسم اللي لازم فعلا أنه تكون في ذات الأذنين لريال مدريد أجمل جملة ممكن أختم بيها الفيديو أنه ثلاثة من المشجعين ما يخذلهم فريقهم حتى لو ابتعد عن الألقاب مشجع ريال مدريد والأهل المصري والهلال السعودي وضيف عليهم هاي السنة الفتو والديري كان معكم محمد علي من الكرة والجمهور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة